ماذا سيحدث في ايران في العام الجديد؟ ولكن ما عسايا ان افعل ان ايران هذا قد احاط بها الخطر وحيطت بها مؤامرات الموت ايران يقينا ستخسر العراق جملة وتفصيلا بكل ما تعني الكلمة لخطأ ساداتها وعدم استدراكهم واستدبار الامر وشنه اعتمادهم على ما لا يصح الاعتماد عليه وعدم النصح وعدم قبولهم بالنصح هناك 12 زلزال في ايران يزيد الطين بله 12 زلزال هزة ارضية قوية باشهر متبرقة ممكن بشار ثلاث مرات وهناك قتل وموت لرجل عظيم يتمرض فجأة هل يدس له السم هل يقتل ما اريد اقول انا اعرف ولكن سيقتل فيهم رجل عظيم تحمله الاكف بعدها يكون لايران حساب غير ذي حسب والامر جلل ايران ستأتيها الفيضانات والانهيارات وايران هناك تظاهرات جلة وقتل في الشوارع وهناك سواد وتوشح بالسواد في غوستان انه امر جلل ويقينا ارى النفطة قد اشتعل عدنهم في عبادان هو حريق عظيم وانهيار مبنى يسبق ذلك كله انهيار مبنى عظيم في ايران هل اتت عليه ارثة الارض ام هو زلزال خفيف ام هو انفجار ام هو امر الله هو الذي اعلم ولكن ارى في ايران ما لا تحمد حقباها الا الله يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده ام الكتاب انه امر جلل يقول مهلمي فان لجأوا الايرانيين للاستغفار والاحتماع بحلي ابن موسى ابن جعفر نجو وان بقوا في هذا الهرج والمرج والاصلاحيين لا والله تتقاذفهم الرياح العاتية وتتقاذفهم الذنوبة فتقذف بهم الى قعر القعر الامر جلل وموت اكثر من مرجع في ايران هذا الرجل العظيم يختلف موت اكثر من مرجع لعظيم في ايران قاسم سليماني يتحرض لمحاولة اقتيال يصاب من خلالها يعني مولد دعاية مثل قبل يصاب من خلالها بامر دبر بليل مع المخابرات الامريكية المخابرات الامريكية وصلت الى قعر ايران الى ولايتها والاصلاحيين لهم شأن في قادم العيام لا يبشر بخير ولذلك ارى تفجير واختيال في ايران اكثر من مرة واشهدوها عندي واكتبوني والعنوني ان لم تكن هذا لان معلمي كان يصر علي ويقول لو ايران تبعوا الامام الحجة اكثر من ذي قبل لسلمنا وسلمون ولكن اشغلتهم حياة الدنيا ان ايران اراها تقصد ترجمة نانسي قنقر